أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ إدراءات ملموسة تصم في تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين جاء ذلك للاستقبال الوزير السفير المغرب بالقاهرة محمد أيات حيث تناول اللقاء سبل تعزيل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وخلال اللقاء أيضا أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تيسير منظومة التبادل التجاري من خلال تقليل زمن وتقلوفة الإفراج الجمهوركي مشارا إلى أهمية عدد تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي وتفعيله ليقوم بالدور المنوط به في زيادة معدلات التجارة البينية من جانبه أكد السفير المغربية بالقاهرة وجود فرص استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال المصري بالمغرب وكذا فرص متميزة بالسوق المغربي لتصدير عدد من المنتجات المتوفرة بالسوق المصري لا سيما زيت الزيتون والمواد الغذعية والحديد وزجاج السيارات سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متبينة لدى إغلاق التعاملات وسط عمليات الشرائم من قبل المؤسسات العربية والمحلية والمستثمرين الأفراد والأجانب وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيادة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه لأنهي التعاملات عند مستوى 282 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 99 مليار جنيه و100 مليون جنيه تضمنت التعاملات بالسوق السندات صفقات نقل ملكية بينما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات و800 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة المصرية اي جي اكس 30 بنسبة 6 من المائة بالمائة ليبلغ مستوى 30427 نقطة وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.34 من المائة في المائة ليصل إلى 7861 نقطة وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع عن الطاقن والذي اضاف نحو 1.8 بالمائة ليبلغ 11.048 نقطة توقع صندوق النقد الدولي ان تشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا حيث يتوقع ان ينمو النتب المحلية الاجمالية الحقيقية في مصر من 2.7% في عام 2024 إلى 4.1% في عام 2025 وعلى صعيد التضخم توقع صندوق ان انخفض معدل التضخم إلى 33.3% في 4.024 قبل ان يصل الى 21.2% في عام 2025 من الاندفع çıkar في عام 2025 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة